عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا اليوم لاستعراض أجندة محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويسعى مجلس الأمناء خلال الاجتماع إلى إقرار محاور الحوار الثلاثة وذلك بعد أن انتهى خلال جلسات سابقة من تحديد ملامح قضايا المحور السياسي وبعض قضايا المحور الاقتصادي وذلك تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني كان هناك موضوعات مؤجلة من المحو الاقتصادي بدأنا بيها النهاردة تحدثنا عن محور غاية في الأهمية وخد مساحة كبيرة وهو العدالة الاجتماعية وده من الموضوعات المطروحة على المحو الاقتصادي تحدثنا عن العدالة الاجتماعية ايه المعوقات التي تواجهها عدالة الاجتماعية وده طبعا التزام دستوري في عدد من مواد دستور تحدثنا عن الأجور والمعاشات حيما ده ملف مطاعة في الأهمية تحدثنا عن السياسة الضريمية تحدثنا عن العمل وسوء العمل والبطالة والعمال الغير منتظمة تحدثنا أيضا عن اللحنة زي يعني نحسن أوضاع المواطنين في المناطق العشوائية قريبا من الجلسات الإجرائية كلها المجلس الأمنة والحقيقة أنا بشوف أنه ضع الشق الأعقد والشق الأكثر إرهاقا لأنه أول ما يبقى عندنا خريطة واضحة لجلسات الحوار والموضوعات المنتظر مناقشتها هتجري الأمور بتلقائية وبسلاسة يعني مستقبل الجلسات القادمة سيتم الانتهاء من المحور المجتمعي وأيضا سيتم التوافق على اختيار أسماء الخبراء والمتخصصين الذين سوف يشاركون في الجلسات الرئيسية للحوار الوطني بعد انطلاقه ترجمة نانسي قنقر